أهلاً بحضراتكم مرة تانية أكيد في أخبار كثيرة جداً بتخص النادي الأهلي على السوشيال ميديا نبتدي من خلال ترند الأهلي ونشوف أهم الأخبار ونبتدي بالحساب الرسمي لرفضة الأندية المحترفة المصرية واللي بيتكلموا بناءً على ردود المتابعين المنافسة بين هذا السلائي أو عفواً السلاسي اللي هم برونو سافيو لعب النادي الأهلي ممعشور لعب نادي الزمالك وأحمد بالحج نعب أسوان ويختاروا تبقى لتصويت الجماهير زي ما حراركم شايفين كده التصويت برونو سافيو في المركز الأول 96% إمام عشور 3% أحمد بالحج نصف في المية يعني في كل الأحوال برونو سافيو خلال ساعتين حيتامل إعلام بساكل أسمي عن يعني حصوله على جهزة أفضل لعب في الجولة من رفضة الأندية المحترفة هو في الحقيقة قدم مبراجعة جداً ساهم بشكل أساسي فوز النادي الأهلي أولاً بهدف العمل هو أحمد عبدالقادر الهدف الأولاني هدف التعادل قدام طلاع الجيش أو حتى مساهمته في الحصول على ضربة جزاء للنادي الأهلي في الهدف التاني اللي أحرزه اللاعب عمر السلية بما أننا اتكلمنا عن عمر السلية فالخبر ده مهم جداً وبيتعلق بـ Sports 360 وحسنهم على تويتر ويقول لك 50 مساهمة تهدفية عمر السلية مع الأهلي في كم مطر في 272 مباراة وعلى فكرة ده رقم ممتاز للاعب وسط وإمكانيات عمر السلية ما شاء الله ما فيش جبار عليها يعني إمكانيات ممتازة حتى لو منتظرين أفضل من كده أو عايزين النسخة اللي احنا عرفتنا مساعدة عمر السلية لكن مع الوقت أنا متأكد عمر السلية عب كبير جداً مشخصية كبيرة أيضاً في الملعب وإمكانيات رائعة يعني فهو أحرص 25 هدف مع الأهلي وعمل 25 أسيست وهو فعلاً مايسترو خط الوسط زي ما هم وصفوه في Sports 360 فعمل السلية أكيد العب كبير وإن شاء الله بإذن لكم قادر هو زملائه في حصد مختلف الألقاب وأسعاد جاميري الأهلي من خلال هذا الموسم ألهم جداً كورا 11 وحسابه مع تويتر بص بقى الخبر ده قال لك اكتشاف كولر الزهبي بتلت لعبين كلمة السر وراء خروج حسين الشاحات من حسابات المدرب السويسري في مباريات الأهلي الفترة الأخيرة هو حسين الشاحات ما كانش موجود في المباراة اللي فاتت ما كانش موجود مثلا في مطش السوبر وكان في إصابة في المباراة الداخلية على ما أتذكر على شكراً ما كانش موجود فالناس تخيلت أو استنتجت بشكل تلقائي جداً إن حسين الشاحات خارج حسابات كولر وده مش حقيق حسين الشاحات موجود في حسابات كولر يعني أنا في الخبر ده حاول ما هو يقرر لك يعني أو يقول لك إن اكتشاف كولر بكريم فؤاد اللي بيجيد في أكتر من مركز 3 مرافز طبعاً كريم فؤاد لعيب مميز جداً بيجيد اللعب كجناح كظاهير أيمن كظاهير أيصر بيقدر يستخدمه كولر بشكل كويس للغاية يعني بس مش معنى إن كريم فؤاد بيجيد في المركز ده إن كده حسين الشاحات حيكون خارج السورة يعني لأ طبعاً ده كلام مش حقيقي وأنا بتمنى من جمهور النادي الأهلي مساندة حسين الشاحات يعني معنا لأنه لعيب في النادي لعيب مهم لعيب بإمكانيات فريدة ومميز ممكن فترة من فترات يبقى بعيدة عن مستوى وده بيحصل لأي لعيب في الدنيا بس دور الجمهور دايماً في المواقف اللي زادي بيبقى مؤثر لازم يكون دور إيجابي تقدر تفوق اللعيب بتاعك عشان يكون إضافة لك في موسم لسه طويل قوي والموسم طبعاً هو لسه طويل أكيد حسين حيلعب فدي أمور طبيعية جداً لكن البعض دايماً بيحاول إنه هو إيه يخلق بعض الأخبار عن طريق الاستنتاج يعني دي مبنسة موجودة يعني ما فيش أي مشكلة لكن إحنا دورنا إن إحنا نوضح دايماً لحضراتك نروح لبقات الأهرام وحسنوا على تويتر بيقول لك كولر يبدأ استكشاف غزل المحلة استعداداً لمواجهته في الدوري ده حقيقي ده حقيقي طبعاً غزل المحلة فريق قوي جداً جداً بصراحة وفريق بيقدم مستويات مميزة مع مدرب مميز جداً اللي هو الكبروسي بابا فاسيليو فالراجل عامل مشوار كويس فأنت أكيد كاكولر بيتابع دلوقتي بيتفرج على الفيديوات وزي ما قلت أحاكم في مداية الحلقة أكيد بيتابع بشكل مفصل نقاط القوة والضعف الفريق المحلة وإزاي تقدر تتعامل معها في ملعب صعب بنعاني دايماً في الملعب ده على مختلف المواسم على مدار التاريخ يمكن أخذ مبارا لنا على الملعب ده كسينا تاتا كنين بالعافية بهدف من فاول لعلي معلول في اللحظات الأخيرة كمان عودة علي معلول مهمة قوي بالنسبح لنساياً نكلم عن الموضوع ده عودة محمد عبد المنع ومتولي الجهزيته من كل الأمور طبعاً المفروكة دلوقتي الكولر وكرراته الفنية هو القدرة بيها لكن إن شاء الله الأهلي بالقوة الضاربة في مباراة الأربع إن شاء الله أمام المحلة خلينا نروح للفاصل سريع بعدين نرجع نكمل استمين